ولم تكن منطقة الأغوار بمنأة عن أثار العاصفة حيث تسببت غزارة الأمطار والسيول من جراف أتربة من سفح الجبل المحاذي للطريق الرئيسي الرابطي بين لواء الشونة الجنوبية ومدينة الصلط ما أدى إلى أغلاق الطريق لمدة ساعتين وعلى الفور عملت أليات البلدية والأشغال العامة على فتح الطريق وإزالة الطمل الذي تراكم على الطريق بالإضافة إلى فتح مجار الأودية والعبارات هذا وقال رئيس بلدية الشونة الجنوبية إبراهيم العدوان إن المياه داهمت عددا من المنازل في منطقة الروضة بعد ارتفاع منسوب المياه في الأودية وجرفها للأعشاب ومخلفات الأشجار والنفايات وهو الأمر الذي تسبب بإغلاق الكثير من العبارات وبالتالي أدى إلى مداهمة المياه للمنازل المجاورة كما داهمت مياه السيول منازل في لواء الشونة الجنوبية وتسببت بإغلاق مداخل وساحات مستشفى الشونة الجنوبية وشوارع المدينة فيما أكدت مديرية دفاع مدن البلقاء عدم حدوث أي إصابات هذا وتوقف الضخ في محطة مياه الكفرين بعد أن تسببت السيول بكسر خطوط المياه وسقوط أعمدة الضغط المتوسط حيث قامت كوادر السلطة بحصر الأضرار تمهيدا للقيام بإجراءات الصيانة وإعادة ضخ المياه من المحطة